في هذا الإطار اتهم الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي اتهم روسيا باللجوء إلى الرعب النووي والسعي لتكرار كارثة تشيرنوبل بقصفها محطة زابروجيا النووية وقال زيلنسكي في رسالة عبر الفيديو نشرتها الرئاسة الأوكرانية ليس هناك أي بلد آخر في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية أضاف أنها المرة الأولى في تاريخنا في تاريخ البشرية هذه الدولة الإرهابية تلجأ الآن إلى الرعب النووي وحذر زيلنسكي من أن الوقوع الانفجارات في المحطة النووية قد ينهي أوروبا مضيفا على أوروبا أن تستيقظ فأكبر محطة نووية في أوروبا تحترق بدولها أعربة الصين عن قلقها بشأن تصعيد النزاع في أوكرانيا والوضع الأمني بعد إعلان دخول القوات الروسية المنطقة المحيطة بالمحطة النووية كان رئيس الوزراء البريطاني بريس جونسون قد حذر من تصرفات الرئيس فلاذمير بوتين المتهورة التي قال إنها يمكن أن تهدد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها أفاد مكتب جونسون أن رئيس الوزراء سيسعى لأن يعقد مجلس الأمن الدولي في غضون الساعات المقبلة اجتماعا طارئا لبحث هذه المسألة من جهته طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن القوات الروسية بوقف أنشطة العسكرية في منطقة محطة زبروجيا النووية كذلك دعا وزير الدولة الفرنسي لشؤون الأوروبية كليمنت بون إلى إظهار الحزم تجاه روسيا لوقف الهجمات وصفا إياها بالمقلقة والخطيرة وأضاف الوقت مبكرا جدا لتقييم الوضع في محطة زبروجيا النووية لكن يمكن أن نرى الهجمات تزداد حدة اشتركوا في القناة